موسيقى انطلق معرض دبي للطيران في نسخته الجديد حاملاً معه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطيران والدفاع ويعد المعرض منصة مهمة للشركات التي تهدف لاستشراف حال القطاع في ظل التطور المستمر الذي يشهده موسيقى معرض دبي للطيران أحد أهم وأبرز معارض الطيران على المستوى العالمي انطلق في دورته السادسة عشرة وسط توقعات بعقد صفقات مليارية يقوده عملاق صناعة الطيران في العالم بوينغ وإيرباس وأكان معرض دبي للطيران قد سجل خلال دورته العشر السابقة صفقات بلغت نحو ستمائة وأربعين مليار دولار الطيران ولله الحمد يمثل دور إيجابي في عملية الكنتروبيوشن للناتج المحلي نحن العام الماضي مثل نظام الطيران المدني حوالي 5.6 من الناتج المحلي أو الجي دي بي فطبعا الاستثمار في هذا القطاع لا يقدر بما هو المردود إلى مطاراتنا بل ما هو المردود إلى الاقتصاد الوطني وسوف نعمل ضمن خطة تهدف منذ إصدار الأمر السامي الكريم بخصص جميع المطارات وسوف نعمل عليها في خلال العشر سنوات القادمة بحيث تكون جميع هذه المطارات تدار بالشركات تهدف أولا إلى توفير الخدمة المتميزة والربحية إن شاء الله ووفقا لتقرير بوينغ حول توقعات سوق الطيران التجاري لعام 2019 فإن قيمة القطاع تصل إلى 16 تريليون دولار وقد تحقق شركة الطيران صافي أرباح بـ 30 مليار دولار خلال العام الحالي فيما سيصل حجم الطلب العالمي على الطائرات إلى 44 ألف طائرة خلال العقدين المقبلين خصوصا معلوم حركة المسافرين حققنا أداء رائعا خلال الربع الماضي وهو ما ساعدنا على الاستمرار بالنمو سنويا ليس فقط محليا ولكن عالميا فمنطقة الشرق الأوسط أيضا تعتبر جزء مهم بالنسبة لإستراتيجية النمو أعمالنا على الصعيد العالمي حققت لنا في 2018 عوائد بنحو 30% أي ما يصل إلى 27 مليار دولار لكن خلال العام الحالي حققت لنا منطقة الشرق الأوسط عوائد تقدر بنحو 40% من الإجمالي ونحن هنا لأن منطقة الشرق الأوسط مهمة للتواصل مع الآخرين في القطاع لبناء مستقبل الطيران وتلعب منطقة الشرق الأوسط دورا مهما في نمو قطاع الطيران حيث تضم اليوم خمس مدن تعد من أكبر مراكز الطيران في العالم ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مركزا خلال السنوات العشرين المقبلة خصوصا ما تضع في نمو سوق الطيران بالشرق الأوسط أربع مرات خلال عقد واحد في حين تصل قيمة سوق الطائرات إلى 725 مليار دولار أما الطلب على الطائرات الجديدة فقد يصل إلى 3310 طائرات معنا في الاستوديو الخبير الاستراتيجي الدكتور صالح المعايطة أهلا بك دكتور صالح معنا في برنامج المساء طبعا دكتور صالح معرض لبيل الطيران هو ربما من أكبر المعارض في العالم الكثير من الأمور الجديدة تكنولوجيا حتى من ناحية الصفقات تحدث كل سنة أحب أن أسألك ما الجديد في هذه النسقة باعتقاد كل الشكر صديقي وأخي ماجد على هذا السؤال المهم دعنا نتحدث عن المعرض من بعده التاريخي ومن بعده الاقتصادي ومن بعده العسكري ومن بعده الأمني ومن بعده التشاركية العالمية بداية الدورة الأولى لهذا المعرض كانت في عام 1989 وكانت بدايات متواضعة كانت المعرض يقام على 7000 متر مربع شارك في حوالي 25 طائرة وعدد زوار حوالي 10 ألاف إذا عدنا الآن للدورة السادس عشر اللي هي في 2019 اللي بدأت اليوم أعطيك بلغة الأرقام ودع المشاهد يقارن ما بين 1989 ولغاية 2019 النقلة النوعية الإرادة القوية القيادة الرشيدة التي حققت انطلاق قوي هذا المعرض يقام الآن على 645 ألف متر مربع تشارك فيه 1300 شركة حوالي 7000 مختص في مجال الطيران ليس كما أشار التقرير اكتفى في البعد الكوميرشير التجاري وتبادل الصفقات وطيران والعائدات الاقتصادية هذا المعرض الفعاليات الجانبية التي تقام على هامش هذا المعرض لها دلالات وأبعاد استراتيجي مهم لدولة الإمارات التي سجلت حضورا وإنجازا تعجز عنه دول وليس دول كبرى دول كبرى الفعاليات التي تقام على هامش المعرض وهو هي مؤتمر لقادة قادة سلاح الجو القوات الجوية في 50 دول مشاركة هذا له دلالات كبيرة أن دولة الإمارات أصبحت مركز ثقى الاستراتيجي في استقطاب ليس القيادات السياسية ولا رؤساء الدول وإنما أيضا القيادات العسكرية 50 قائد قوات جوية التقون في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات والتحديات تواجه المنطقة أيضا البعد المهم عندما عانقت الفضاء عندما عانقت دولة الإمارات الفضاء هناك فعالي اسمها منصة الفضاء على هامش هذا دورة معرض الطيران وهي منصة الفضاء يشارك فيها طيارة كل رواد الفضاء معظم الرواد الفضاء بالعالم ومنهم هزاع المنصوري والنيادي أيضا يشاركه أيضا هذا يعتبر إنجاز لدولة الإمارات كما أيضا هناك فعالية لمدراء التنفيذي لشركة الطيران في العالم بلغت حجم الصفقات التي وقعت تجارية وقعت هذه خلال هذا المؤتمر خلال العشر دورات السابقة ستمية أو حالي سبعمية مليار دولار خلال عشر دورات والنقطة الأهم من ذلك ماذا يعني هذا المعرض إذا أخذنا البعد العسكري وهو المهم في طائرات حديثة جدا من فرنسا ومن بريطانيا ومن روسيا ومن الولايات المتحدة بأول مرة تأتي بهذه القدرة طائرة تايفون البريطانية ستشاهد لها عروض طائرة رفال الفرنسية ستكون موسكو طائرة سيخوي ثيرتفايف الأمريكان شاركوا أعتقد بـ F-22 و F-35 هذا له دلالة شركة لوكيد أيضا لا لوكيد أيضا الشركات أنا أريد هنا تداخل معك في الأفكار دكتور صالح هناك صفقات عديدة كما قلت قرابة 700 مليار دولار خلال عشر دورات الماضية هنا لا بد من السؤال ما الذي يميز هذه المعارض يعني معرض دبي للطيران بأن تقام فيه الصفقات هل هناك خصوصية من ناحية التنافسية هل يتم عرض عروض أفضل ما الذي يحدث هنا سؤال مهم جدا السؤال يطرح لماذا الاستمرارية التراكمية البناء التراكم من دورة 1989 لما كانت البدايات لكن الطموح كان كبير لماذا لأن دولة الإمارات استطاعت أن تقنع العالم أنها قادرة على تنظيم المعارض تنظيم المعارض ليست مهمة سهلة استقطاب ألاف الشركات ألاف الخبراء لما نقول شركات من أوروبا شركات من آسيا شركات من إفريقا لولا لم تجد البنى التحتية في دولة الإمارات والبنى الفوقية الأنظمة والتشريعات والعقول التي تدير هذه المعارض لما استمرت الدورة الأولى والثاني والثالث والرابي لأن هذه الدورات تعقد لعلمها كل سنتين هناك تنافسية زي عندما نقول دورة تنظيم كأس العالم كم تتنافس عليه دورة وبالنهاية تنجح الدولة التي تقدم العروض والإقناع والقدرة على تأمين لما نقول تسعين ألف زائر متوقع لهذا المعرض والنقطة الأهم على هذا السؤال لك أنه مطار دبي الدولي هو المطار التي بعد اكتماله إن شاء الله سيكون أكبر مطار بالعالم وسيتوعب مئة وستين مليون مسافر سنويا واثنعشر مليون طون من الشحن هذا الإنجاز أن نتفوق على المطارات العالمية التي لها عمرها مئات السنين وعندما نتكلم عن عمر الزمن لدولة الإمارات مع هذا الإنجاز يعني فاقد فاقد كل القدرات المتوقعة ولا زالت الثقة بدولة الإمارات مستبر طيب دكتور صالح بالنسبة للعقود يعني دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية تعتبر من أعلى دولة تخصص ميزانيات دفاعية سلطنة عمان مملكة العربية السعودية دولة الإمارات ما طبيعة العقود العسكرية بالنسبة للشراء الأسلحة يعني الجوية أو شراء الطيارات العسكرية وما شابه كيف ممكن يعني أن نشاهدها في هذه الدورة هذه قيمة مضافة نعتبرها نحن كبعد محلل كقيمة مضافة لدولة الإمارات وأذكر بأن هنا أيضا دولة المملكة العربية السعودية تتميز المملكة العربية السعودية دولة الإمارات في صناعات الطيران في إدامة الطيران في التقنيات الحديثة ولهذا السبب أصبحت شركات الطيران في دولة الإمارات من طيران الإمارات طيران الاتحاد طيران الخليج تتقدم خطوات كبيرا على الشركات الطيران التي تنافسها هذا العروض لأنه هي أكثر الدول استقطابا لصيانة الطائرات الآن أي دولة بالعالم تريد أن تعمل لصيانه ويعادة تأهيل طائرتها تأتي إلى الهناغر والمشاغل الكبيرة هذا في الشق المدني ماذا عن الشق العسكري شراء الطائرات الشق العسكري كما أشار تقريبكم المنطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تتحرك فيها الجغرافية السياسية والسياسة الجغرافية المنطقة صراعات متغيرة القدرة على استخدام الأسلحة القدرة على النزاعات هذه منطقة الشرق أوسط بأمس الحاجة أكثر دول شراء للأسلحة منطقة الشرق أوسط أيضا أصبحت دولة الإمارات والمملكة العربية السوء من الدول القادرة على التصنيع والإعادة التأهيل والبناء الآن الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من الصناعات المطلوبة عالميا لتوفر القدرة على استيعاب التكنولوجيا والقدرة على استخدام التكنولوجيا وأكبر دليل على ذلك دولة الإمارات أول دولة عربي وفي الشرق الأوسط تبدأ ببناء جامعة أو بإنشاء جامعة الذكاء الاصطناعي وبالسبوع الأول من إنشاء هذه الجامعة التحق بهذه الجامعة تقريبا طلب حوالي 3000 طالب الصناعات الدفاعية هنا متطورة بدولة الإمارات نظرا للإحترافية والمهنية التي تتمتلكها القوات المسلحة لدولة الإمارات الفعاليات التي تدار على هامش المعرض ليس كلها في العالية توقيع صفقات وشراء طيران ومبيعات وشركات وإنما هي مؤتمرات مناقشة تحديات قادة قوات الجوي لخمسين دولة هذا يعني أن دولة الإمارات هي مركز ثقة الاستراتيجي سياسي واقتصادي وعسكري ودفاعي وخبرات يعني كنا نقول معرض ايدكس حقق نجاحات أيضا معرض دبي للطيران حقق نجاحات تتفوق على كل الدولة التي سبقت دولة الإمارات أشكرك كان معي في الاستوديو والخبير الاستراتيجي الدكتور صالح المعايطة شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا دكتور